هل كان يتوقع السوريون ان يظهر في بلادهم هذا النفق العطيق عمرا والغريب طولا ليمتدى بهذه المساحات الى مناطق لم تخطر على بالي عربي وهل يمتد ذلك النفق فعلا الى دولة اخرى وماذا يحدث داخل النفق؟ عالم الانفاق عالم عديب لا سلطان لبشر عليه مهما تحصل من اسباب القوى وفي سوريا تتعدد المواقع العديبة بين مناطق اثرية وانفاق مخيفة تم اكتشاف بعضها لتخرج مداخله الى النور بينما ظل كثير من اسرارها مطمورا النفق ديكابلوس المائي واحد من اعديب العالم ويقع في سهل حوران طوله الممتد الى مائة وسبعين كيلو مترا اي انه يتجاوز الحدود السورية ليمتد الى دولة اخرى يمتد النفق الى الاردن ويربط بين مجموعة تسمى مدن الديكابلوس ولكن ما هي هذه المدن؟ يشير مصطلح ديكابلوس الى مجموعة من مدن العالم القديم كانت جنوبي سوريا وشرقي الاردن وقرب الارض المباركة وشكلت تلك المدن اتحادا خلال العهد الروماني يفوق النفق العالي اطول نفق مائي في العالم يقع في ايطاليا ولقد تم بناء النفق السوري قديما ليربط بين مجموعة من القرى اما مصدره فهي ينبيع متضفقة في حوران ولكن ما هي اهمية ذلك النفق؟ نفق ديكابلوس مائي ليس نفقا واحدا بل هو خطان اول هذين الخطين خط اساسي يمتد من منطقة داع الفير في درع الغربي ويمر بالترى وكفرسون وسمر وابدر الى ام قيس في الاردن ويحمل هذا المسار الخير لكل تلك المناطق بتوفير المياه الخط الثاني من النفق يشمل المسارات الفرعية ويحمل ذلك الخط اهمية في توفير المياه من الينبيع الاولى وخصوصا خلال المواجهات مع القوى الكبرى ولكن السؤال كيف تم بناء ذلك النفق الاغرب في المنطقة العربية؟ الجهود الاولى في بناء النفق تعود الى الرومان وتحديدا في القرن الثاني الهجري في عهد الامبراطور هادريان عام 130 بعد الميلاد وواصلوا العملاء فيه 80 عاما من الزمان وكانوا قد خصصوا اثناء عملية البناء ورفا خاصة لحصول العمال على استراحة يوميا بعد عناء الحفر والبناء ويرجع الخبراء عدم العثور على مقتنيات ثمينة في الغرف الراحة المحفورة بعناية الى انها كانت مخصصة لعمال من عامة الشعب لا يملكون ثروات كبيرة وإلا لما عملوا في اعمال الحفر والبناء لكن فريقا من الخبراء يرفض تلك الرواية ويعتبر المنطقة بحاجة الى مزيد من التنقيب خصوصا مع تعدد الحضارات التي مرت بالمنطقة جدران الحجر الجيري والقنوات المصممة في النفق المائي ووجود مواقع محددة لوضع الاضاءة تؤكد ان النفق يحتاج كشوفا اثرية اوسع